جاهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية شكرا مئة الف مشترك شكرا مئة الف اخ واخت شكرا مئة الف صديق وصديقة ما تتوقعون قد ايش انا مبسوط وفعلا الرقم هذا يعتبر انجاز كبير بالنسبة لي بالذات اننا حققناه تقريبا في سنة شكرا يا جماعة انتم مره رهيبين طلبت منكم على الانستقرام انكم تسألوني اسئلة يعني بحيث الواحد يجاوبها ويشاركها معاكم في هذا الفيديو يعني كفيديو احتفالية للمئة الف مشترك كان ودي اجيب كيكة صراحة وكذا بس قلت في نفسي لا خلي الكيكة قدام يعني على خمسمية الف نص مليون مليون يعني فيب عشان لايكثر الكلام خلونا نبدأ في اسئلتكم وشكرا مرة ثانية على المئة الف مشترك مبروك وعقبال المليون ان شاء الله الله يبارك فيك السؤال ايش اسمك الحقيقي اسمي عبد الرحمن ويناجوني الوجيه لانه عندنا في المنطقة الغربية وما ادري اذا هو في باقي المملكة ولا لا او باقي دول العالم العربي ولا لا بس عندنا في المنطقة الغربية اي شخص اسمه عبد الرحمن ينادو الوجيه زي ابراهيم ينادو ابو خليل وزي يوسف ينادو ابو يعقوب ليش ما نعرف بس عجبني اسم الوجيه وبحكم انه يعني ما هو مستهلك الاسم كثير فاهمين عليا يعني لو دخلت اليوتيوب ايش بسمي نفسي دحومي مليان دحومي عبد الرحمن ما يصل دحومي وفي النهاية طلعت باسم الوجيه السؤال اللي بعده كم عمر جود جود عمرها اربع سنوات وماشية في الخامسة السؤال اللي بعده يقول مسلسل الكل يحبه لكن انت ما تحبه يمكن فيكينج لانه فعليا اعطيته اكثر من فرصة وماني قادر اكمله تابعت منه موسمين ووقفت عجز عجز تكمل يمكن قدام لكن فعليا ماني قادر اكمله فيلم الكل يحبه لكن انت ما تحبه والله ما اقدر اقول انه ما احبه فعلا لكن سلسلة ستار وورز للحين ماني قادر ابدأها مع انها موجودة عندي كامل عالجهاز بس ليش ماني قادر اتابعها ما ادلي اقول لكم حاجة بعد الفيديو بتابع لي واحد من افلام ستار وورز وقولوا يا رب اني ايش ابلع الهوك واكمل اكثر فيلم شفته اكثر من مرة انتاتشبلز شفته مرة كثير لدرجة اني نسيت كم مرة شفته اكثر مسلسل شفته اكثر من مرة ما في مسلسل تشوفه اكثر من مرة ولكن ممكن تشوف حلقة معين مسلسل اكثر من مرة زي فريندز او زي بروكلين ناين ناين متى بديت اليوتيوب بديت تقريبا قبل سنة في اليوتيوب لكن الانستجرام بدأت فيه تقريبا قبل سنة ونص فلو ترجعون في القناة راح تشوفون اول فيديو تقريبا قبل سنة واللي هو كان محاولة لاستكشاف وتحليل اعلان فيلم تينك كم عمرك شفه يا 28 يا 29 ما انا متأكد بس الاكيد انه ماهو 30 الف مبروك عقبال المليون لا يبالك فيك سؤالي هل انت موظف ولا حياتك واقفة على السوشال ميديا يب انا موظف وحياتي ماهي واقفة على السوشال ميديا ولكن اتمنى يوم من اليام اوصل لمرحلة انه خلاص اقول للوظيفة باي باي واتفرغ للسوشال ميديا 100% هل اذا كبرت في العمر فوق 50 سنة هل راح تسحب على الافلام والمسلسلات الافلام والمسلسلات سلوب حياة يا صديقي محد يسحب عليها ايش اللي بيخليني اسحب على الافلام والمسلسلات بعدين 50 سنة ترى ماهي كثير شنو كان طموحك من وينت صغير وكم وزنك شغلك الحالي غير اليوتيوب موظف جرافيك ديزاينر وويب ديزاينر شنو كان طموحك من وينت صغير ما كان عندي طموح للاسف هذي مشكلتنا في العالم العربي الواحد ماهي ما يتربى على انه يعرف طموحه كده يتهبد في الحياة لين فجأة يمسك خط كده وخلاص كم من طريقه كم وزنك واللهي مااني متأكد بس هو يا 70 يا 69 ما بين الاثنين الف مبروك يا بعد قلبي الله يبالك فيه كتستاهل اكثر متى بدأت عالم الافلام والمسلسلات وكم عمرك واذا تذكر وش اول اشياء تابعتها بدأت عالم الافلام والمسلسلات يعني اقحمت فيه كده افتكر على بدايات 2011 او 2010 وكم عمرك قلت لكم عمري اما 28 او 29 واذا تذكر وش اول اشياء تابعتها ما افتكر صراحة بالملي ولكن بدايتي كانت في عالم ديزني لما كنت صف خامس ابتدائي او سالس ابتدائي بدأت في توي ستوري وبعدين خشيت على الطرزان وبعدين خشيت على الدين يعني امبرشت صراحة في عالم ديزني وانا صغير بحكم انها هي الاشياء اللي كنت اقدر اتابعها ومسموح لي اتابعها بعد كده خلاص عرفت انه هذا الافلام والمسلسلات هي المجال اللي فعلا ودي ابحر فيه اللي بعد يقول هل انت من فان دي سي واذا ايوه قل لي وش افضل اعمال دي سي عندك هل انت من فان دي سي صراحة انا فان لكل شي حلو فيه ناس يتوقعون اني مارفل مع اني يلبس تي شيرت سوبرمان وباتمان ومارفل قاعد يلبس تي شيرتات دي سي وتي شيرتات مارفل بس الى الان دي سي ما هي قادرة تنافس مارفل تعبنا نفسيا نبغى شي فعلا كده نقول واو هذا العمل لدي سي انسوا بالله ثلاثية باتمان حق كريستفر نولان انسوها طلعوها من الصورة لكن انا ما نفان دي سي ولا نفان مارفل انا فعليا اتابع اي شي حلو اذا دي سي نزلت شي حلو رح اطبل لهم ورح اعطيهم حقهم اذا مارفل نزلت واستمرت في تنزيل الاشياء الحلوة رح اطبل لهم ورح استمر في شكرهم فللامان انا ما نفان لأي شركة لا دي سي ولا المارفل انا فان للاثنين وايش افضل اعمال دي سي عنده اتوقع ثلاثية باتمان وهذا موضوع مفروغ منه اللي هي تبع كريستفر نولان ولكن تقريبا فيلم من اكثر الفلام اللي استمتعت فيها زاك سنايدر ابدع فيه من ناحية الاخراج والسينماتوغرافي مجرم زاك سنايدر السؤال اللي بعده ليش حارمنا من سلسلة علماشي والله يماني حارمكم ولكن السلسلة مرة متعبة السلسلة يبغالها يبغالها ترتيب يبغالها ترتيب مرة وتاخذ وقت صراحة ولو بتفرغ لها اعرفوا ان القناة رح تتأثر ومحتوى القناة رح يتأثر على حساب هذه السلسلة ولكن ان شاء الله انها ما رح توقف بس انها رح تكون تنزل في فترات متقطعة اوصف ماثيو مكانهي بكلمة مثل رائع وعظيم واسطوري جدا ولكن الامانة شخصيته متشابهة في معظم الافلام ماثيو مكانهي is ماثيو مكانهي everywhere يعني لو تشوف كل افلام ومسلسلاته او العمال اللي ظهر فيها تلاقي شخصيته واحدة كذا ولكنه يظل واحد من افضل الممثلين عندي صراحة هل رح تصور فيديوهات في المستقبل مع يوتيوبرز اخرين مثل براء عالم فيلمر او ماهر موصلي تحياتي لك ايب اذا جات الفرصة ما راح اقول لا ما اكثر الصعوبات اللي واجهتك في القناة وما هو هدفك المستقبلي في القناة من محبيك من سلطنة عمان حبايبنا والله العمان على راسي يا محمد الدرعي اكثر الصعوبات اللي واجهتني في القناة في البداية اللي هو الجمهور كيف تبني جمهور يعني ماهو في اليوتيوب اليوتيوب بدأت وانا اريدي عندي متابعين من انستجرام جو عز زولي ما قصروا ولكن بدايتي في انستجرام كانت مرة صعبة مرة صعبة خينك تنزل كذا فيديوهات وما عندك متابعين اللي خلاني استمر وخلاني ما اوقف انه انا كان عندي هدف وقتها كنت كذا حاط في بالي هدف انه بنزل ثلاثين فيديو وصلت مشاهدات مية ولا صفر ولا مليون ما يهمني اهم شي لازم انزل ثلاثين فيديو الغريب في الموضوع انه لما نزلت تقريباً 22 او 23 فيديو في واحد مشهور شاف صفحتي عن انستجرام ما ادري مين هو صراحة بس رجعت من الدوم كذا في ذاك اليوم ونمت وصحيت لقيت فجأة صاروا من ثمانين متابعين عن انستجرام صاروا اربعمية وشوية قلت اوكي ما ادري مين اللي نشرلي بس شكراً المهم اللي نشرلي اذا اعطاني بوش كان مرة كويس ومن بعدها يعني انطلقت الصفحة في انستجرام السؤال اللي بعد يقول اول شي انت من عالم ثاني شكراً وثاني شي اني احبك واحب اسلوبك شكراً وانت تحب كرة القدم وشنو تشجع اذا تحب كرة القدم كنت اشجع زمان مرة زمان اخر مباراة تابعتها سنة 2012 كانت ما بين برشلونة وريال مدريد وقتها كنت اشجع ريال مدريد ذيك مباراة رفعت لي ضغطي بعدين كذا في نهاية مباراة قلت يا وجيه انت مفروض معا تتابع كرة مرة كرة هذي بتتلف لك عصابك وبجيب لك الضغط والسكر ندري كيف وقفت بس وقف تركت عالم الكرة تماماً اما بالنسبة للانديا السعودية فانا كنت هلالي وبرضه تركت الكرة السعودية والكرة العالمية تركت الكرة بشكل عام سنة 2012 هذه خلاص موضوع مفروغ منه الى يومك ذا معت تابعت ولا اي مباراة اللي بعد يقول افكر ادخل اخراج ابي منك النصايح ان شاء الله بدخل عالم الاخراج واكون من اكبر المخرجين في العالم ما افتكر من المخرج او من المنتج او من الممثل اللي قال ذا الكلام ولكن في واحد مشهور قال ارفع كاميرا جوالك او اين كانت الكاميرا اللي حولك صور فيديو صور فيلم حط عليه اسمك في النهاية واكتب انه من اخراجه ومن بعدها راح تعرف اذا انت فعلا تحب الاخراج ولا انت مجرد هاوي بس وبيضيع وقت وبعدين يكتشف انه يحب يبيع طماطم المهم انك تجرب وتعرف ايش هو الشيء اللي تحبه وتسوي الشيء اللي تحبه وبالتوفيق اللي بعد يقول سؤالي لك هل سبق انت بعت مسلسل تركي ياب زمان مرة زمان ومو كيفي غصبا عني يعني كنا نجلس في الصالة وخلاص مجمعين زمان ايام الثنوي وكان يشتغل مسلسل اتوقع كان اسمه ما افتكر ايش اسمه بس اللي كان فيه مهند ويحيى مدري مهند ولميس لميس ويحيى مهند ونور شيء زي كده بس صراحة ما عرف شيء ذاني غيره هو مو سؤال هو طلب ممكن اخطب جوت لا لا how dare you بنتي ما راح تتزوج السؤال اللي بعد يقول لما كنت في بدايتك كيف كنت وهل احبط وهل كنت تصور بالتليفون او كاميرا من البداية الاحباط فعلا الاحباط مرحلة ضرورية لازم تمر فيها تتوقع انك بتفتح قناة على اليوتيوب وبتصحى ذان يوم تلاقي عندك الف مشترك يا عمي حتنزل فيديوهات حتوصل عشرين ثلاثين ما تدري كم توصل ما راح يكون عندك اي تفاعل بس اللي راح تعرفه الاحباط جزء من النجاح لازم تحس بالاحباط لازم تاكل تبن في البداية الان تبدأ توصل لمرحلة تبدأ ترضى فيها عن اللي انت قاعد تقدم وترضى فيها عن التفاعل اللي يصلى انا ما ادر ليش الناس ينزعجوا لما توصل مشاهداتهم مية ما عندي مشاهدات ترى مية تعرفش يعني مية فيه مية شخص خيلوا الغرفة دي فيها مية شخص ترى عدد كبير موسهل مئة شخص في مكان ما معجبين بالشيء اللي انت قاعد تقدمه مئة شخص شافوا الفيديو اللي انت سويته تعرفش يعني مية شخص خيلناك فيه فصل وقدامك مية طالب وكل الطلاب ذولي مستمتعين بالشيء اللي انت قاعد تتكلم عنه يبقى الاحباط جزء من النجاح اذا جاك الاحباط في البداية تجاوزوا حاول تتجاوزوا انساه افضل حاجة تخليك تتجاوز الاحباط وما تفكر في الاشياء السلبية هو انك تحط هدف حط هدف يلا بسم الله من اليوم انا بصور مئة فيديو جا تفاعل ما جا تفاعل ما يهمني اهمشي المية فيديو ذي اقدمها بطريقة حلوة بأسلوب حلو بمحتوى جيد هذا اللي هم بعد المية فيديو صدقني راح تتفاجأ انه جوك متابعين وانت ما تدري اللي بعد يقول احبك وانا احبك كمان ما هو افضل طعام بالنسبة لك يا وجي شاورمة 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 تبغاني احبك جبلي كده صح شاورمة عربي ثوم زيادة همشي وبدون مخلق فارس ابو ريفال حبيب قلبي اكثر فيلم اثر عليك نفسيا اكثر فيلم اثر علي نفسيا ما افتكر صراحة بس اول فيلم جا في بالي ميت سومار دمرني جلست اسبوع كده متضايق وكاره ام الحياة راي نكد عليهم يا شيخ اللي بعد يقول رأيك كيف اقدر اصير ممثل الواقع افضل طريقة تصير فيها ممثل هو انك تصور سكيتشات في الانستجرام او تيك توك واذا انت فعلا ممثل وعندك الموهبة صدقني راح تجيك العروض وراح تجيك الفرصة من حيث لا تحتسب بس همشي انك تكون تعرف تمثل اذا انت تعرف تمثل بتجيك الفرصة بس انت صور خلي الناس توصل لك خلي الناس تشوف انت ايش قاعد تقدم اللي بعد يقول متى راح ترجع تشوف افلامهم سلسلات نت فليكس اه صراحة ما عندي مشكلة ارجع لهم في اي وقت بس انا زعلان حاليا زعلان ما زلت زعلان وغضبان بسبب فيلم كيوتيز والله ما زلت متضايق ولا ليا نية ارجع صراحة قريب ولكن ممكن ممكن يرجع اذا حذفهم مثلا او اذا حسيت اني خلاص عقبتهم ما فيها الكفاية معرف وش اسم امك امي اسمها امان ولو اقول لكم قد ايش يعني امي كانت جزء كبير من نجاحي في هذه الحياة ما رح اقدروا فيها حقها امي تقريبا هي اللي جاهدت عليها في الدراسة وجاهدت عليها في الوظيفة وجاهدت عليها في الزواج وجاهدت عليها في اشياء كثيرة امي فعلا يعني لو بشكرها ما رحوا فيها حقها شكرا يا امي شكرا يا امان انت الامان I love you اللي بعد يقول تتوقع نهاية عظيمة الهجوم العمالقة اخص عليك كيف بس أكيد نهاية عظيمة ونص إلا لو إيساي ما كده ناوي جحفلنا بتصير مشكلة إيساي ما وانتبه اللي بعد يقول تحب تشاهد الأفلام في السينما أو في البيت صراحة تجربة السينماية مرة أحبها واحترمها ولكن بالنسبة لواحد بيتوتي زي ما يحب يخرج من البيت كثير أحب أشوف الأفلام في البيت صراحة هل تتأثر بالتقييمات الرقمية مثل موقع آيم دي بي مثلا لو كان هناك فيلم ما أنت متحمس له ورأيت أن تقييم الفيلم أربعة من عشر هل ستتابع فيلم أو تتركه أو ستكون متردد إذا الفيلم أنا منتظره راح أتابعه أين كان تقيمه علشان أقدر راح كن بنفسي لكن إذا في فيلم أنا ما تابعته يعني ومجرد كنت أبحث وتصفح وشفته قدامي لا فعلا أروح أشوف تقيمه على آيم دي بي وبناء على تقيمه أقرر هل أتابعه أو لا وبس والله أعطيكم العافية يا جماعة وشكرا مئة ألف مشترك صدقوني أعتبركم كلكم أخوان وأخوات وأصدقاء وصديقات كلكم على عين والرأس وإن شاء الله أشوفكم في فيديو احتفالية الخمسمائة ألف مشترك سواء قريب ولا بعيد ولكن الأكيد أننا بنوصل لهذا الرقم لما أنه تفاعلكم هذا الجميل مستمر وطالما أنكم موجودين فشكرا لكم شكرا شكرا من القلب كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم